هذا فيما أطلقت ميليشيا حزب الله اللبنانية وميليشيات أخرى مدعومة من إيران قذيفة صاروخية من الأراضي السورية باتجاه موقع إسرائيلي في الجولان السوري المحتل المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن الجيش الإسرائيلي رد على قصف الميليشيات باستهداف موقع في قرية الرفيد بريف القناترا ذلك دون ورود معلومات حول حجم خسائر هذا الاستهداف وفي أعقاب هذا القصف المتبادل استنفرت القوات السورية تحسبا لأي تصعيد متوقع مرة جديدة أعود إلى ضيوفي مرة جديدة نتحدث ونشرع في هذا الحوار ولكن هذه المرة من القاهرة مع الدكتور عماد جاء دكتور عماد يبدو أن الاستنفار والتوتر طال مصر منذ الأيام الأولى للعمليات العسكرية كان هناك قذائف تخطط الحدود المصرية كان هناك اعتذار إسرائيلي ومن ثم أيضا المخذوفات طالت الجانب المصري الآن البحر الأحمر بات شديد التوتر شبه منطقة عسكرية وما يهدد أيضا السواحل المصرية هل دخلت برأيك مصر دائرة الصراع دون أن تقرر ذلك يعني مصر باتت في قلب منطقة ملتهبة من كافة الاتجاهات يعني إذا نظرنا جنوبا ستجد السودان ثم الحسيين ما يجري في السودان ثم الحسيين إذا نظرنا هاربا ستجد الأوضاع في ليبيا إذا نظرنا شرقا ستجد الأوضاع في غزة في الشمال الشرقي وفي الشمال الشرقي أيضا الأوضاع في إسرائيل وبالتالي لكن وأيضا في الجنوب مشكلة مع إثيوبيا بالتالي هي في قلب منطقة ملتهبة لكن خلينا نقول أن كل ده يختلف عن الوضع في غزة الوضع في غزة لأنها مستهدفة يعني أنا أتصور ومن خلال الطلاع على الفكر السياسي الإسرائيلي أن نظرية الترانسفير أو التهجير نظرية موجودة وكانت هناك أحزاب سياسية خالصة تقوم على برنامج واحد وهو التهجير تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر ومن الضفة الغربية للضفة الشرقية وكان رمزها أحزاب مثل تسوميت وموليدت وغيره الآن أتصور أن إسرائيل تتبنى هذه المسألة وإسرائيل بالمنزة أستاذ حسام تستفيد بإستفادة كبيرة من صواريخ الحوس من صواريخ حزب الله من صواريخ ميليشيات عرقية لسبب بسيط للغاية تقول للأمريكان هؤلاء جميعا ضدكم هؤلاء جميعا ضد الأمن والاستقرار هؤلاء دميعا ضد المصالح الأمريكية ونحن فقط الرصيد الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي أتصور أن المطلوب الآن أفكار خلاقة عربية ليس جوالات ولكن أفكار خلاقة تتعامل مع حماس يعني حمدان اللي بيطلع من بيروت والتالي موجود في الدوحة والناس بتموت عايزين فكرة خلاقة أنقل هذه النقاط لا يستخدم من أجل السلاح فقط لضيف من رمى الله أستاذ محمد هواش ما كان يعرف بوحدة الساحات يعني أنه يبدو الآن قيد الاختبار كان هناك تصريحات من حركة حماس بأنه نوع من عتب على الميليشيات يعني هذه المنظمات التابعة لإيران دعنا نقول كان هناك نوع من العتب على عدم دخولها بالثقل الكافي لمساعدة الحركة برأيك هل تكفي هذه المناوشات التي يعني يطلقها الجانب الإيراني في أكثر من منطقة لإرضاء الجانب الحمساوي أعتقد بأن هذا الموضوع يعني شائك من ناحية وبسيط جدا من ناحية إيران تريد أن تشغل يعني الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى يعني عن مشروعها النووي وعن مشروع السيطرة والنفوذ في عدد من الدول العربية وتغيير الأوضاع القائمة في الدول العربية وهذا أمر يعني إيران دولة لديها مشروع قومي يتسطر بواجهة الدين وواجهة يعني مذهبية ولكن يعني وجود ميليشياتها في أكثر من منطقة عربية مع حرب يعني شديدة التوتر مع حرب يعني مستعرة في غزة هل يمكن أن توسع دائرة الصراع؟ نفوذ إيران في هذه الدول عبر ميليشيات أنشأتها هناك وتدعمها وتمولها ووظيفتها بالأساس إضعاف الدولة في أي مكان موجود فيه وتكبيرها وتضخيمها على حساب الدولة وأن تلعب دورا في موجهة الولايات المتحدة الأمريكية ويعني حلفاء أمريكا في المنطقة لتقوية النفوذ الإيراني وأصراع على مستوى النفوذ وعلى مستوى المصالح الكبرى وإيران تعتبر أنها لا تحارب بإيرانيين تحارب بالعرب طيب يعني أود الحصول أيضا على إجابة من دكتور قواص لأنه الوقت بات يدهمني آسف المقاطع أستاذ محمد هواج دكتور قواص برأيك البروكسي وور اليوم يمكن أن تنزلق بالمنطقة لحرب شاملة أم لا لا طبعا هؤلاء الميليشيات التابعين لإيران يعني ملتزمون تماما بالضوابط الإيرانية وبالإيقاعات الإيرانية وأعتقد أن وزير الخارجية الإيرانية عندما ذهب إلى بيروت بعد أيام على 7 أكتابر من بيروت قال أن الهم الإيراني هو الهدوء والاستقرار وبالتالي كان هذا إعلان لحزب الله بأننا لا ندخل في هذه الحرب لكننا سندخل في إيقاعات مفيدة لإيران وهذه الإيقاعات المفيدة نراها مع الفصائل العراقية ومع حزب الله في لبنان ومع ما يفعله الحسيون من اليمن كل ما تريد إيران هي مآلات حرب غزة بعد حرب غزة هناك توزيع حصص معينة تريد أن إيران أن تكون إحدى الرابحين في هذه الحصص من خلال هذه المشاركة النسبية عبر جبهات معينة ويطعت الانطباع لكل هذا المجتمع الغربي أنني أنا من أمنع الانحدار نحو الحرب الكبرى نعم كل الشك لك على هذه المعلومات والإضاحات ضيفي من لندن الكاتب والبحث السياسي الدكتور محمد قواص وشكر الموصول لضيفي من رملا المحلس السياسي الأستاذ محمد هواش وأيضا من القاهرة كان معنا عضو لجنة أشؤون الخارجية في البرلمان المصري السابق الدكتور عيمات جاد